وبعدين من قدلك أصلاً أنا أسمح لك أنك تنزلي مثلاً يعني بنتي يا هيان هي مرات أخوك الصحة لا طبعاً يا ماما هي البرنسيسة بتصحى دلوقتي ما بتصحى دلوقتي ده قدامها على ساعتين كمعان على غصر كده يا حلاوة روح يا بنتي صحيها خلاها تقوم تعملنا لغدا يلا أمارها نتغدى أمتى يا ماما تقول تريفني بقى ومش هترضى تصحى خلاها نايمة أحسن مريحانا خلاها تبتح بقها وأنا اللي هتخلها أمي يا بنتي لي صحيها انت يا ستة هانم يا سهام ايه ايه يا هيان بتصحيني ليه عايزة مني ايه وانا عز منك ايه حبيبتي يعني أمي يلا يحتى عشان تعمل الغدا وتخلصيه طب ما تسعديني يا ستة النهاردة وتعمل لي هنت النهاردة ايه المشكلة يعني عايزاني انا اعمل الغدا عشان سيادتك تكلع الجاهز تابلت في عقلك ولا ايه حسب يا الله ونعم الوكيل فيك انتو أمي بان انتو حاجة صعبة اهلا بالبرنسيسة اهلا بالستة هانم صحتي يا أختي صباحيا باركا يا أختي عروسة يا أختي وقيمة من النوم وانا بقى حمانتي بقى حكمان ايه مدمرة مصدقة ومش عايزة بقى حد يقعد التاريع علي تصدق يا ماما بتقولي ما تروح تعمل انت الغدا النهاردة نعم نعم يا أختي انت عايزة بنتي تقوم تعملك الغدا انت يا أختي ليه ان شاء الله امال جزك ما عادك معنا ليه هنا في البيت مش عشان تبي خدامة عندنا انا خدامة امال ايه حبيبتي اخوي ايه اللي بلسانه تقعد معاكم وتعمل معاكم كل حاجة في البيت وتريحكم انتو الاثنين حصل ولا ما حصلتش الكلام ده قدامي تعال اساس اني اساعدكم لكن ما عملتش كل حاجة الواحدة حرامة عليكم انا تعبت تعبتي تعبتي من ايه يا أختي ما انت كنت في بيت ابوكي كنت عاملة زي الخدامة ده انت لكي ست اخوات واتنامه انت هتنسي ياختي عشتك ولا ايه انت بتعيريني يا حماتي بتعيريني عشان ام وابويه على قد حالهم واخواتي كتير تعيرك لا ياختي ما بعيركش ولا حاجة بس بانشاطلك الزاكرة بس حسن تكون نسة ولا حاجة ومفكرة مثلا انت جاية مثلا من بيت ما شاء الله يا طوله يا عارضو وان انت كنت قعدة برنسيسة هناك طب ده هناك كانت بتخدم قرطة عد كده لكن هنا يا مامي بتخدم اتنين بس يلا يا اختي بلاش امور السهتنة والمحن بتاعك ده يلا يا اختي عالمطبخ دخل عامللنا النهاردة محشي وفراخ حاضر يا مامي تك موي تنفاخي اسم حماتك يا اختي حاضر يا حماتي لا هتنسى نفسها بنت البواب حلوة قوي دي ده بدر ما تحمد ربنا على النعمة اللي هي فيها بنأكلها فراخ ولحمة كل يوم ادك بقى يا مامتي يا حبيبتي على خمسمائة جنيه عشان خرجها مع اصحابي ومالو يا قلب امك اخوك لسه بعيتلي هناك من بره فلوس قد كده افتح الدرج اللي هناك كده وخدر خمسمائة جنيه اللي انت عايزاهم شكرا يا احلى ماما في الدنيا طلعا للبيت دي ربنا يخليك يا احمد وتبعتلي كده اوه يا مويامة بيت يا سهام انت يا بيت انت يا مصير نعم يا حماتي انت لفسك كده يا اختي وراح على فان اروح اتطمن على ماما اصلا ماما تعبنت خالص وكنت عايزة يعني من حضرتك الف جنيه كده انا قلت لأحمد عليهم وقالي خدهم من ماما اللي باعت لها فلوس كتير عاوزة الف جنيه عشان تروح الماما ده عمرهم ما شافوا الالف جنيه ده اصلا ده كتيرهم يشوفوا عشرة جنيه وانت يا اختي عايزة تاخد من فلوس ابني وتدي لومك وابوكي لا ان شاء الله كان بيشتغل هو في الفاعل وهما يأكلوا ويشربوا بفلوسه ده مصروفي وهو اللي قال لي خديه من ماما طب حديك مش عايزة تدهوني ليه انت هابلة يا بيت ولا هابلة اديك فلوس ابني عشان تصرفها لومك وابوكي لا لا ان شاء الله ما بوكي ياختي ينزل يشتغل ياختي ويصرف بس هو مصروفي ومحشي خالص اليومين دول وبابا طعبان في البيت وانا استعزنت جوزي وهو قال لي خديه من ماما طب هاتي يا حماتي الفلوس اللي جوزي قال لي عليها لو سمحت وبعدين من اجلك اصلا ان انا هسمح لك انك تنزلي مثلا يعني ام الملة هيعمل غدا النهاردة خرم عليك يا حماتي والنبا لنفسها روح اشوف ماما وماما تعبانة خالص عايزة اشوفها روح ابت روح روح اعمل غدا يلا يلا عشان انزل ناكل انا جعانا روح ياختي يلا في المطبخ روح اعمل بطاية وملوخية روح اعمل بطاية وملوخية يلا روح لماما قال الاول مصوبة كمان يا ماما عايزة الف جنيه الرجل يتعب برا في الغربة وهي ايحت عالي تصرف الفلوس ياختي على امها وابوها ما تدقيش نفسك بايا سبت الكل ايديك بايا على سبعمائة جنيه عشان هنزل هتغدى مع اصحابي تحت النهاردة يا بيت دانا لسه ايدا لها تطلع بطا وملوخية هعملك البطا اللي بتحبيه عادي كل ما انا في البيت معلش يا ماما بقى عشان اتفقت مع اصحابي ماشي يا حبيبت ما يغلاش عليك خدي الف جنيه من جوه خلهم في جيبك اه ما لازم يعرفوا ان انت بنت مين وبتصرف ازاي ربنا يخليك ليا يا ست الكل وما يحرميش منك ابدا ولا من فلوسك يا احمد حاس بي الله ونعمل وكيل فيه مع ان المجوز بيتكلمني وبرداش اقول له حاجة واني او انا حكات له حاجة يعادي اقول لي دمي وانا هعمل لها اي قطر خيرها ان انت قاعدة معاها وعمره مخد لي حقي ابدا ودايما المحسسين ان انا خدمة عندهم مش من حقي ابدا اي حاجة ولا اي فلوس ولو رجعت بيت ابويا بيت ابويا يا دبع الاد اروح اعمل اي يا رب في الغلب اللي هناك ولا الغلب اللي هدي ربنا يخدني وارتاح